مرحبا بيكم في تونس الجميلة كما يقول لك تالي مرحبا بيك انت شكرا بي خليك قدم لي روح والله انسان مواطن تونس مواطن تونسي من عرشان جدود يفلق جدود يستعمار شيء ما يفرح في البلاد شيء ما يصر ما عرش وين ماشى حلم الهجرة الغير شرعية ما زال متواصل لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سهل في الهجرة حاجة ما عايش بتكش في البلاد ركت تمشي للبلاد دخولة وفما حتى مانا مانا حاجة بركة معناها يقولون نحن عليش تروح بالعباد انتي كتروح بعضه يسكو معناها يقولون نحن بحضر له يخدم انتي بشي سان اذكر عليك الشماج شنية يعطي فيك في الزوصور دي مستعمرك خاطر هو هو فابوري عليك معناها تحب ولا تكره معناها شنية تحب وين ماشى يلا واعلم كبيلة بركة انا وعامي بشناخد كيلو طفاح بسعالي فرنك تسعاليف خمسمية قول قناعة معناها ما يعليش العباد ولا تغلي على بعضها كي وين ماشى حتى ما عارشنا نختي تاكل أمي تاكل كلها فاميلياتنا معناها رب يقدر الخير ويقال عارشنا تروح بالعباد كيتروح بالله بالعباد حضر لها العباد شنية بش تلقاها بش ما يكثرش الجرام بيكثرش معناها ما عارشنا بالله انتي بشي صوفري ما بشي يخذ عن دمه بالله خمسمية ولا الدينار والفهمة امي تلم انتي ماريش حاجة بالله لا حطيش حاجة العباد والتلم الزبلة فهمتنيه اني انا حكيها معناها الزبلة قديش عندها تلم العباد هيك تلم العباد من الزبل فاكتر ما الزبلة مالها لبلاد زبلة كانوا وسط العباد تلم بالزبلة لبلاد زبلة واناكا مش داي تحب تقول لي ياخي فرق ما بين تلم وفرق ما بين تفركس بش طلقا ما تاكل تلمي نجم يقول ما عارش عامل نظافة مثلا ما هيش عيب الخدمة اما انه يفركس عامل نظافة في بلدين اخرين يقدروه اكتر من محمي وكل شي غير العباد منحكيلكش انا الزبلة معناها سعيات الزبان نو عباد راي تاكل من الزبلة فرقس من الزبلة اللي من في الدبيب بز مثلا ان اللي هي مش مش تتصور حد شي منها راو صحيات مو ما يفرقش البلاد حتى توريست انا ما عارش انا كان جيب فما كيران كان صنطربيل ولا كان توري حاجة ما عارش فما حتى وين هم توريست وين هم الترابيان ما عارش يجيو كل بذرور الروس كذب جيبه عشرة اورو والعشرين اورو فماش والله صنب الله من الحقيقة معناه ما عارش ما يجو راب يقدر الخير والله دونك مشكلة الشباب هو انه يحرق ويرجعوا فيه الشباب حتى يحرق يروحوا بيه ما لها فانه احنا بتبع عمرنا ما نشجعوا راو على الهجرة الغير شرعية على فكرة الهجرة بسهل فيها الرسول ما حاجبت صلى الله عليه وسلم تشجع الهجرة بلادك ما تتكش تشجعها زده من نجموش النرمي وولادنا في البحر يموتوا لا مش بحر فما بحر وفما زده فما بر فما البر كيفيش تكون الهجرة غير شرعية عن طريق البر تطواني يعني عاتي معاك كيفيش تكون لو تحكي لنا خطر ما عنيش فكرة بتعيش نسايا كيفيش يعني في البر ماهيش عن طريق البحر في البر سيالة برشم كيفيش؟ عندك تسوى بلاد القصوى عندك تيقل ما هاش دري ما انظرك من هنا ما هنديك شقعد لهنا من اللخ عندك ميسيرش فسر لنا واضح لنا يا حمزاوي قال عندك تسوى بلاد القصوى عندك فلوس انتي من غضوى ركتب داغات ما عندك شقعد لهنا من اللخ كلوا انسان عنده فلوس طوي يحبي يحرق عن طريق البر يمشي كيفيش؟ انتي تنهزك من غضوى من غضوى مشكل مش هذيكة الحكاية جوز انتي حكي لنا شنوى كيفيش الطريق شنوى يعرضك شنوى الصعوبات حدر 12 مليون ما عاش تلقي شاي وديجا بالله يربي يخلصوا حل ميمو ميمو ديجا طايح مزيلة ميمو طايطالي طايح على شنوى؟ ما عارش انا سمعت في بيلي واحد كده حكاية في حكاية فهمتني او قد يجو عمشي سريبيا وورى العباد وورى باسبورات العباد ما عنا فهميش معنى كيما قتلك عندك راك عندك تعب فهمتني ما فهم حاجة برك علاش انتي كي يوصل ما عنا قلنا احنا يبقى اذهب بامو ولا يخدم الصفور عليه عشرة سنين ولا تمانية سنين ولكده علاش انتي تحطم له حياة وتروح بيه انتي كنتروح بيه كي محذر له برجالة ما عنده حتى برنامج؟ ما عندك حتى برنامج صحيح انتي زيد معنى يقول احنا زيد دبر مو زيد معنى رشن زيد ينقم عليك السؤال المعنى اللي يسئلوا فيه برش عبيد ما تفهمش في الحرقة سوى عن طريق البحر ولا عن طريق البر كيفش ينجم الانسان يغادر الحدود البرية او البحرية وما فيق بيه حد؟ مش نعيه يعقل؟ كيفش ما فيق بيك حد؟ يتمشي الاجونة دبوية كيفش ما فيق بيك حد؟ قلت لك عندك تسوى بلاد القاسوة مانياه كيفش ما فيق بيك حد؟ كيفش ما فيق بيك حد؟ قلت لك عندك تسوى بلاد القاسوة عندك فلوس رك ما عاش تلقاه وروح فيه تونس بلخ بلخ فما تاور تقول نحنا عالتسعينات الحرقة فما الجيل حتى مساهلة فيها بالله معلومة باية فما نحنا نقرأ في القرآن من ينا صغير يقول لك فما أمة محمد رايبش تهاجر بلادها واذا يلي صاير قاع مش تهاجر مش يوصلوا معناه قلنا نحنا اللالاف في الورود فهمتني؟ محلنا يبت من العالم السع ويوصلوا هما حتى كان انت يتبع يدخلوك للحرب ودي جاء للعالم أوكرانيا وكذا فما فلوس قاعدة تعطاء للشباب فهمتني؟ باش هما يبدوا يعطيه الجنسية الأوكرانية ولا الروسية ولا السبوار وميش نيا بحارب على بلاد ما هيش بلاده فهمتني؟ انا نربع موك نحارب نحارب على بلادي صحة ولا؟ وانا كي طلبت الهجرة نطالب الهجرة معناه باش نحسن من وضعيته موش اندي باش زدامني معناه في موادي آخر وديك قاعد صاير روطا طح ولا؟ شكرا عال إضافة متاحك خليليك كلمة الخيتام ان شاء الله رب يفرجها عالمة محمد واد كنو تتمنى لتونس وإلا كنو تتمنى في حياتك؟ كنو تتمنى؟ ما عادك ما تتمنى اختي انا ضربت بالحجر انا ريتم الغادية وطيل هاني قاعد ضربت بالحجر كنو تتمنى معناه تونس فيه جديد ندمت لي انا ضربت بحجر نهار بوقت اللي مقارش انا قلطت 2011 صورة انا قاديش عمري 16 اوه 29 سنة قاديش انا بدأ عمري بلاي 16 17 والله انا صغير والله صغير مانيش عارف ويلو الزاد من هنا وباللي تحب بنتي بالقمع اللي كان وبالوه انا عندي وطخاتي مفقود 2011 16 مارس في حياتك صابر عياري 19 مارس مفقود خيد كبارية خرجوا وش قف كامل ما تكلم حد وش قف كامل مفقود؟ مفقود وصلوا وصلوا انا عندي تصويرة ليهما وصلوا ما عندكم حتى اخبر؟ في عباد افهم انتي راب فما حاجة والله ورسك انتي بالله يعدين معلوم راب رياض الثورة رأي وصلت 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 شقفات الضرب وصلوا تلاين يضربوا بالكرتوش في توانسة قاعدة موت اقسم بالله ما قثرت ما وصل للضرب معناها عليها معناها جميع واحد ينسى ايامات الثورة اللي شقفات لي خرجت راك موخك يقف آلاف ماتت في البحر كما آلاف وصلت كما آلاف رأي ماتت انا قلت لك عندي ودخال يمززهرون يخرج من كبري 19 مارس 2011 مفقود لتاو عندو 11 سنة 12 سنة مفقود وما فما حتى اخبر اخر تاليفون هاي يا ميمتي راني قصد ربي واني طالع في القطع يعني ما جايشك التاليفون متاعراني وصلت لا وما يخلي طرف امل لا ربي يصبر ميمته بيصبرها نحن مش نموتوا في البر ولا في البحر ونحن نعيشوا في الدنيا ذيا نكافحوا وربي يهدينا على بعضنا شكرا عاشت وفي